تفقد السيد الرئيس عبدالفتح السيسي رئيس الدنيا يقارب الأعلى للقوات المسلحة فجر اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وشهد الرئيس عبدالفتح السيسي عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية التي نفذها طلبة الأكاديمية أثناء تنفيذهم طابور اللياقة وأشهد بالمستوى الراقي الذي يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس السلام عليكم سعيد إن أنا ألتقي بيكم النهاردة وأتكلم معكم شوية أنا عارف إن الاختبارات النهائية للكلية أو للأكاديمية خلصت بالكامل وأتصور إن إحنا بالوقت بنستعد لحكتين في وقت واحد تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية ومن الكليات العسكرية بالكامل وأيضا استيبال دفع جديدة من الطلبة الجدد إن شاء الله الحياة بالمتابعة مع القادة في القوات المسلحة ومع مدير الأكاديمية أنا باطمئن دايما عليكم وحتى من خلال الزيارة والالتقاء بيكم والحديث معكم بيزداد كل يوم تقديري للجهد المبزول وللأعداد الكبير اللي إحنا أو اللي بتقوم بالأكاديمية دلوقتي في فترة بنعتبرها فترة مهمة جدا وإحنا في كل يوم في تطوير مستمر وبالمناسبة النقطة اللي أنا بقولها دا هي إن إحنا نبقى دايما في تطوير مستمر دا الحال أو دا سنن الدنيا واللي يتوقف عند حال معين أو عند موقف معين أو عند تطور معين التطور دا هيبقى ناجح لفترة ثم هتتجاوزوا الأحداث بعد كده وبالتالي زي ما بقول كده إن إحنا محتاجين دايما وأنا بقول لكم الكلام دا وأنتم يمكن يعني سواء كانوا الطلبة اللي هيتخرجوا أو الطلبة اللي موجودين دلوقتي تبقى النقطة دي واضحة بالنسبة لهم إحنا في تطور مستمر هو دا حال البشرية ودا حال الناس مهمة أو إن أنا برضو أطمنكم على حالنا ولا يمكن كنت في السلوم من كم يوم والمهمة فيها إن أنا بأكده معاكم دايما إن إحنا لم نتوقف أبدا عن العمل وزي ما قلت هناك وبقول لكم برضو إحنا في عمل مستمر على كل قطعة أو كل شبر من أراضي مصر طيب الأزمة اللي كل الناس المتحسبة منها وكل الناس الآن منها عدت علينا أزمات كتير في مصر وبالجهد وبالمصابرة كانت هذه الأزمات بنعبرها إن شاء الله والأزمة اللي أنا بأتكلم فيها دي برضو الأزمة الاقتصادية اللي إحنا بقلنا دلوقتي بنعاني منها وزي ما قلت كده برضو إن إحنا مش كنا سبب فيها كظروف عالم يعني سواء كوفيد-19 موقف الدنيا كلها بالكامل وكان ليه تأثير سلبي أوه على الاقتصاد العالمي وإحنا مرتبطين به بشكل أو بآخر أو الأزمة الروسية الأوكرانية وبرضو متأثيرها على الأسعار وكده مهمة أوه إن أنا إيه اللي يهمنا في الموضوع إن إحنا بنقول رغم الأزمة الكبيرة ديت ورغم ارتفاع الأسعار بتاعت السلع الأساسية حتى مع الجهد اللي إحنا بنبذله يمكن أنتم خلال شهور قليلة إن شاء الله هنكون حطين على خريطة مصر حجم ضخم جدا من الأراضي الزراعية سواء كان في الدلتا الجديدة أو في توشكا أو في شرق الأوعينات إحنا بنتكلم على أكتر من يعني لو مجموعة الأراضي دي كلها حتى في سيناء كمان لو حطينا مجموعة الأراضي دي أكتر من 3 مليون فدان مع الريف المصري كمان يعني إحنا بنتكلم في كمية ضخمة جدا عمل وجهد وحجم أراضي عشان تعمل إنتاج زراعي غير مسبوك في فترة زمنية مش كبيرة قوي طب حتى مع ده أنا بقى إحنا محتاجين يبقى عندنا استراد لسلع أساسية زي الأمح والدرة وزيت الطعام أيها بكميات كبيرة أكيد إن إحنا على الأقل بنتكلم في 18-19 ويمكن نوصل لـ 20 مليون تن الأمح حجم الاستلاك المحلي في مصر في السنة الوحدة حتى لو إحنا أنتاجنا نصه أنا بقى محتاجين نجيب 50% من خارج مصر وبالتالي أيضاً إحنا بنستهلك منه وبنستورد منه كميات كبيرة عشان إحنا تبقى شايفة ليه ليه إحنا الأسعار زيتت علينا زيت الطعام إحنا بنستهلكتر من 90% من استهلاكنا بالمناسبة كل اللي أنا بتكلم فيه ده إحنا بنستورده بالعملة الحرة وبنبيعه للناس بالجنيه المصر ويبقى بالتالي مطلوب إن إحنا ندبر دايماً عملة تكافي كل مطالبنا ومستلزمات الإنتاج وحاجات كتير قوي إحنا بنكلم على أرقام كبيرة قوي نتوقف قدام مش الأرقام ديت لكن نتوقف قدام الظروف اللي بتمر بالعالم وبينة وإحنا بنتأثرين بيها لكن إحنا متوقفين لا طب إحنا فيه حاجة تقلقنا على إنه يبقى فيه يعني أزمة في المواد اللي إحنا بنتكلم فيها دي لا طبعاً إحنا عاملين حسابنا دايماً إنه يبقى فيه يعني من خمسة لستة شهر احتياطي من السلع دي كلها بالكامل عشان تبقى دايماً عندنا فرصة إن إحنا نجابها أي زرف نفس الكلام على الوقود إحنا بنتكلم في عشرة مليون سيارة بتتحرك كل يوم على ابتداد الجمهورية بالكامل إنت محتاج أيضاً تجيب لها الوقود اللازم ليه وبرضو إنت جزء كبير من ده إنت بتستورده من الخارج بتوقع موضوع المحطات الكهرباء تصوروا إن إنتم محتاجين في اليوم 18 ألف طن مزود عشان نشغل المحطات بكامل طاقتها عشان توفر الطاقة في الظروف لدرجة الحرارة المرتفعة اللي مرت علينا خلال اليام اللي فاتت ويمكن برضو احتباء معنا شوي جداً أنا بتكلم يعني أكتر من نص مليون طن مزود في الشهر تمانهم تقريباً يعني 300-350 مليون دولار ده غير الغاز اللي إحنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني إنتاجنا منه بيقدم جزء كبير جداً من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي يعني لو ما كانش الإنتاج بتاعنا ده كان موجود دلوقتي كنا إحنا حنبقى يعني في أزمة كبيرة أول حقيقة الحمد لله رب العالمين أنا بس حبيت إن أنا أطمنكم وقول إن إحنا قد تكون الأسعار بتاعت السلع مرتفعة وده أمر يعني محل تقدير وإننا والحكومة بتعمل نلوقتي على يعني مجموعة إجراءات تخفف من خلالها من أثار هذه الأزمة يتبقى طبعاً الوضع في منطقتنا وفي العالم وزي ما بقول دايماً مصر دايماً لها سوابت في سياستها بتتسم دايماً بأنها تكون عامل استقرار في محيطها كالعادة ودي مش أنا بس اللي كنت أحريص إن أنا أقدير سياستنا الخارجية بالطريقة ديت لكن أتصور إن إحنا كان دايماً مصر بتتسم سياستها بالتوازن والاعتدال وما زلنا على كده لن نتدخل في شؤون الآخرين ونبقى عامل إجابة دايماً في إيجاد حلول للأزمات المختلفة اللي بتمر في منطقتنا وهي كتير زي ما أنتم شايفين دول الجوار عندنا أشققنا في ليبيا أشققنا في السودان بدون شكل الأزمات دي لها تأثير علينا أيضاً ولكن إحنا بنحاول نكون عامل إيجابي في إيجاد حلول لهذه الأزمات ويمكن أنتم كنتم متابعين خلال الفترة اللي فاتت مؤتمر دول الجوار وكان الهدف منه من إحنا بالتنسيق مع دول جوار السودان إحنا نوجد مخرج أو حل سلمي لهذه الأزمة حتى تنتهي معناة الأشقاء ويعني تعود السودان مرة تانية يا رب وفقنا في هذا الأمر خلال فترة قصيرة إن شاء الله ده تقريباً يعني ملخص الموقف ودائماً بقول اتنو أنه مش عشان إحنا موجودين لا عشان انتم موجودين وقابلنا كلنا فيه ربنا موجود وإحنا بندايماً وإحنا بنقول ربنا موجود ربنا متطلع علينا وشاهد على إن إحنا في بلدنا رغم الظروف الصعبة ديد حرسين على إن إحنا دايماً نعمل ونعمل بجد في كل القطاعات وفي كل المجالات وإحنا مصررين بفضل الله سبحانه وتعالى إن موضوع الأزمة الاقتصادية دي نوجد لها حلول نهائية ومش هتقول عليكم فيها لكن عايز أقول إنه لازم خلال خطة طموحة جداً جداً موضوع الابتصاد والصناعة ومستلزمات الانتاج وتقليل فطورة الاستراد بإن إحنا يبقى لي عندنا بدائل في مصر أو انتاج في مصر يغطي مطالب هذه المستلزمات أو هذه المنتجات اللي إحنا محتاجينها في حياتنا اليومية لو إحنا قلنا إن فطورتنا في السنة استرادنا من الخارج اللي محتاجين له عملة حرة سواء كان من سلعة أو من مواد بترولية أو من مستلزمات مختلفة لتدخل في الصناعة في مصر أو أدوية يعني اللي هو الاحتياجات الدرورية اللي منقدرش أبداً مهما عملنا إن إحنا نقول إن هي مش أساسية منتكلم في رقم كبير أول طول ما الرقم الكبير ده إحنا مش قادرين نوفره بالعمل وبالتصدير وبتوفير بدايل ليه جوى مصر إحنا حنبقى بالعالية وأنا بقول هلكم بمنتهى الصلاة لازم الموضوع ده بفضل الله سبحانه وتعالى نتجاوزه ولما بكلم على انتاج زراعي لتلاتة أربعة مليون فدان ده رقم كبير قوي عشان يعني يقلل الجزء من فطورة استراد السلع الغذائية فمهما حتى كان انتاجنا الزراعي اللي أنا بقول بكل تواضع يعني إن إحنا خلال سنة كمان بالكتير يعني هنكون دخلنا على خريطة سين أكتر من ربعمية وخمسين ألف فدان وفي الدلتة حوالي اثنين مليون فدان تقريبا وتوشكة وشار الأعيانات يعني حوالي مليون كمان ومناطق أخرى بين سويف ولمينيا حوالي ستين ألف فدان كمون بحوالي مية وخمسين ألف فدان كل ده يعني ما حد يسمعه يعني كل الأرقام اللي تمت لنا بالإضافة للي كان موجود قبل كده ولسه آه لسه لأن إحنا ما شاء الله يعني مية وخمسة مليون وفيه تسعة مليون موجودين معنا كمان محتاجين إن حاجتهم تبقى موجودة هنا وفيه تسعة مليون موجودة ألف فدان مش عايز أطيل عليكم عشان ما أخدش وقت التبور بينكم سعيد بالله أنا بسمعه وسعيد بالله أنا بشوفه ورباني وفقكم وأنا قلت لكم قبل كده وبقولها دلوقتي إن الأكاديمية ما بقاش دورها فقط إن هي تقوم بتأهيل وأعداد الطلبة الكليات العسكرية لكن هي بتقوم أيضا بدور وأنا بأكده هنا بدور في أعداد كوادر تدخل وتعمل في مؤسسات الدولة المختلفة الناس اللي تتولى وظيف تبقى مسؤولة وتبقى مكتهدة وتبقى أمينة وتبقى مخلصة فإحنا بنحاول إن إحنا نساهم مساهمة في أعداد وتأهيل الكوادرية لمدة ست شهور مثلا وبعد كده نشوف النتائج دي هتبقى عاملة إزاي هل فعلا المصار ده بحق اللي احنا عايزينه وفعلا بيبقى الإعداد والتأهيل اللي احنا عملناه جيد ولا محتاجين نضيف عليه حاجة مرة تانية كل سنة أنتو طيبين والناس اللي حتتخرج بهنيهم مبدئيا كده يعني وإن شاء الله دفعة جديدة تدخل الكلية أو تدخل الأكاديمية بالتوفيقكم أنا بشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق وربنا دايما يحفظكم ويحفظ مصر شكرا جزيلا سلام عليكم كما تفقد عددا من مناطق تدريب الطلبة شملت المرور على مياديم الفروسية شكرا جزيلاً لكم شكرا جزيلاً لكم اشتركوا في القناة